بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في مجلسنا هذا وقد تحدثنا في حلقات ماضية عن أفعال الصلاة وقلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن وأن فائدة هذا التقسيم تظهر في الترك فمن ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا بد له من الإتيان به سواء تركه عمدا أو سهوا وأما الواجب فإن تركه عمدا بطلت صلاة وإن تركه سهوا ونسيانا جبره بسجود السهو وأما السنن فإن الصلاة لا تبطل بترك واحدة منها عمدا ولا سهوا وقد قسم المصنف رحمه الله الأركان إلى أركان قولية وأركان فعلية فالأركان القولية تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشاهد الأخير والسلام والأركان الفعلية هي القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشاهد الأخير تكلمنا عن واجبات الصلاة وقلنا إن واجبات الصلاة ثمانية كلها قولية إلا واجب واحد وهذه الواجبات هي التشاهد الأول الجلوس له تكبيرات الانتقال طبعا التشاهد الأول يعني ألفاظه يعني التحيات لله الجلوس له الجلسة التي فيها يقال هذا الذكر تكبيرات الانتقال التسبيح في الركوع التسميع يعني سمع الله والتحميد التسبيح في السجود قول رب اغفر لي بين السجدتين وجميع هذه الأقوال واجبة في مذب الحنابلة من ترك منها شيئا متعمدا بطلة صلاةه ومن تركه ناسيا سجد لسهو أما جمهور العلماء فيعتبرون كل هذه الأمور من سنن الصلاة فلا شيء على من ترك عامدا أو ساهيا المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي لما ذكر الأركان وعددها والواجبات قال بعد ذلك مشيرا إلى السنن والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة فسنن الصلاة نوعان النوع الأول النوع الأول سنن أقوال وهي كثيرة منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين بما تيسر من القرآن وما زاد عن المرة الواحدة في تسبيح الركوع والسجود يعني التسبيح الثاني والثالثة سنة وكذلك الزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين يعني يعتبرون رب اغفر لي واجب مرة والباقي من السنن والاستعاذة في آخر الصلاة من الأربع وهي عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحي والمات وفتنة المسيح الدجال والدعاء آخر الصلاة قبل السلام فهذه السنن القولية طيب ما هي السنن الفعلية النوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيامة التشاهد الأول ووضع اليد اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع السجود ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر في الركوع معتدلا ومجافات بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود والافتراش عن نصب اليمنى والجلوس على اليسرى في الجلسة بين السجدتين وفي التشاهد الأول وكذلك التورك في التشاهد الثاني والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه فهذه سنن فعلية فإذن تلك سنن قولية وهذه سنن فعلية المؤلف رحمه الله سيفصل في بعض الأركان التي لم تذكر سابقا مثل الطمأنينة قال رحمه الله تعالى ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي متفق عليه إذن هذا ما يتعلق بالطمئنينة ودليل الطمئنينة حديث المسيء صلاته والاطمئنان في الصلاة ركن من أركانها فمن صلى ولم يطمئن في صلاته فصلاةه باطلة نرى كثيرا من الناس ينقرها نقرا يعني ما يكاد يلامس الأرض في السجود إلا ويرفع ولا يكاد يحني ظهر في الركوع إلا ويرفع ما يمكن يكون قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة ما يمكن ولا أن يقول في السجود سبحان ربي العظيم على مرة واحدة هذا يعني خطير جدا والطمئنينة في الصلاة لا بد منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاة بأن يعيد الصلاة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي إذن الذي لا يطمئن من كثير من هؤلاء المستعجلين اليوم ما صلى ما صلى حديث المسيء صلاة وهذا لما قال له اركع حتى تطمئن راكعة أسجد حتى تطمئن ساجدة ارفع حتى تطمئن جالسة ماذا يدل ذلك على وجوب الطمئنينة لا بد منها ركن بدليل حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ صلاة الرجل لا تجزئ حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود يعني لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود والمراد بذلك الطمئنينة والإخلال بالطمئنينة قبيح يدل على قبحه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها قال لا يتم ركوعها ولا سجودها لكن هذا الإطمئنان ما مقداره يعني متى يقال هذا اطمئن وهذا لم يطمئن ما هو الحد الفاصل يعني بين الطمئنينة وعدم الطمئنينة قال جمهور العلماء المقصود بالإطمئنان في الركوع والسجود والرفع من الركوع بين السجدتين أن يمكث حتى تستقر أعضاؤه وتسكن أن يمكث حتى تستقر أعضاؤه وتسكن فإذن لا بد أن يحني ظهره في الركوع ويستقر راكعا حتى تستقر أعضاؤه وتسكن ثم يرفع طيب كم يعني يسكن كم قال بعضهم ولو مد قليل من الزمن لكن يسكن لأن بعض الناس ينزل يطلع ينزل يطلع ما سكن أصلا ولا اطمئن ولا لحظة فإذا انحنى هو آن واقف إذا انحنى راكعا لابد أن يستقر راكعا ولو مدة يسيرة هذا يعني أقل الواجب الذي لابد منه والطمئنين كما عرفنا ركل من أركان الصلاة طيب هذا قول جمهور العلماء وقال بعض العلماء أن يمكث في الركوع بقدر الذكر الواجب فيه مرة ولو مرة واحدة يعني أن يطمئن في الركوع مقدار سبحان ربي العظيم أن يطمئن في السجود قدر سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة أن يطمئن بين السجدتين ولو ربي اغفر لي مرة واحدة على الأقل وهذا قول لبعض الحنابلة واختاره المجد بن تيمية رحمه الله ورجحه من عاصلين الشيخ بن عثيمين في شرح الممتع فإذن الجمهور قالوا يطمئن يعني يستقر ظهره وتسكن أعضاؤه في الركوع وفي السجود في الرفع من الركوع طبعا فيه أذكار والقول الآخر أن يطمئن في الركوع قدر سبحان ربي العظيم مرة واحدة وفي الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة وفي الجلوس بين السجدتين بقدر ما يقول ربي اغفر لي ما هو الفرق بين القولين أن من اطمئن في ركوعه مثلا بقدر قول سبحان ربي العظيم فصلاة وصحيها على القولين أما من اطمئن في صلاة في الركوع شيئا يسيرا أو بمقدار قول سبحان فقط فتصح على القول الأول ولا تصح على القول الثاني الحكم من الطمأنين أن الصلاة عبادة ويناجي الإنسان فيها ربه فإذا ما اطمئن ماذا صارت لعبا وعبثا طيب ما هو الركن الثاني عشر لأننا ذكرنا عشرة أركان من قبل والآن هذا الركن الحادي عشر والطمأنينة الثاني عشر ترتيب أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ قال ثم اركع قال ثم ارفع قال ثم اسجد قال ثم ارفع قال ثم اسجد ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فالإطيام بحرف العطف ثم يدل على الترتيب طيب الآن نعيد جمع أركان الصلاة ما تقدم وما أضفناه الآن أولا القيام في الفرض ثانيا تكبيرة الإحرام ثالثا قراءة الفاتحة رابعا الركوع خامسا الاعتذار قائما سادسا السجود سابعا الجلوس بين السجدتين ثامنا التشهد الأخير تاسعا الجلوس له عاشرا التسليم الحادي عشر الطمأنينة الثاني عشر ترتيب الأركان طيب ننتقل إلى الواجبات ونعددها أولا تكبيرات الانتقال ثانيا قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد للإمام والمنفرد ثالثا قول ربنا ولك الحمد رابعا قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع خامسا قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود سادسا قول ربي اغفر لي بين السجدتين سابعا التشهد الأول التحيات ثامنا الجلوس له تاسعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الآن فرغنا من الصلاة من شروطها وأركانها وواجباتها وسنونها هذا داخل الصلاة وما هو مشترط لها قبل أن يشرع فيها فماذا بقي ماذا لدينا بعد الصلاة إذا سلم من الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يستحب للمصلي بعد فراغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى بعد السلام وهذا الذكر الذي سمعتموه ورأيتموه مكتوبا هذا ذكر عظيم للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمقيم والمسافر الصغير والكثير وردت أحاديث كثيرة صحيحة في الأذكار التي تقال بعد الصلاة حديث ثوبان هذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد قلت للأوزاع كيف الاستغفار قالت تقول أستغفر الله أستغفر الله يعني بعد السلام تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم فإن قال قائل ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة ليش هو كان في ذنب حتى يستغفر فيقال لا تستعجل ليس الاستغفار فقط بعد الذنوب بل بعد الطاعات من التقصير فيها يعني نحن الآن لما صلينا خشعنا في كل الصلاة ما سرحنا ما انشغلنا ما راح القلب في أودية الدنيا ما حانت التفاتة يمينا أو شمالا ما رفع الواحد بصر إلى السماء في الصلاة وهذا محرم منهي عنه ما صار في عبث فارقعت أصابع إلى آخره إذن مناسبة الاستغفار بعد الصلاة جبر التقصير والخلل الذي وقع فيها طيب ماذا يقال بعد الصلاة أيضا قال المصنف رحمه الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين طبعا هناك تهليلات قبلها يعني بعد الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام لا إله الله وحده ولا شريك في تهليلات وبعدها يبدأ في التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير ثلاثا وثلاثين وهذا أيضا له عدة صيغ وعدت روايات فيها أعداد متنوعة فمن الروايات التي وردت عن نبيه ريضة رضي الله عنه قال جاء الفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال جمع دثر دثر يعني المال الكثير ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون يعني فاقونا يعني الآن اللي جاء من فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله أصحاب الأموال فاقونا نحن الآن كيف نلحق بهم يعني لأن عندهم أموال يعملون بها عبادات نحن ما نستطيع نعملها فقال عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم يعني ألا أحدثكم بشيء إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين روى البخاري المسلم زاد مسلم فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني نحن نتنافس في الخير طيب إذا واحد غلب بشيء لا طاقة للآخرين به هنا يجي الرضا والتسليم خلاص نحن قسمنا بينهم معيشتهم نسلم يعني نحاول أن نفعل شيئا أكثر مما يفعله الآخرون لكن إذا يعني في شيء عندهم ما فعلوا فعلوا مثلنا وفعلنا مثلهم في أشياء فاقونا فيها ما نملكه لا نملكها لا نطيقها خلاص ذلك فضل الله يتيه من يشاء ولذلك المرأة ما تحسد الرجل يعني أو تريد أن تنافسه في أشياء ليست من شأنها أصلا كالجهات في سبيل الله كخرص يعني خطبة الجمعة مثلا ما تريد المرأة تقول لا لا نريد أن نخطب ونريد أن نثبت ونقول هو ينكي ليس هذا من شأن المرأة خرص وترى رضاها شو رضا المرأة رضا المرأة بما قدر الله وكتبه يعني لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض رضاها هذا في أجر عظيم هي كون ترضى تسلم بعد أن تقول ليش ملاهم خطبة الجمعة ونحن ما خطبة الجمعة ونقول نتزوج أربعة ونما تزوج إلا واحد وليه نقول ترى رضاك والله الذي لا إله إلا هو والله العظيم رضاك بما قبل الله وشرع أجره عظيم جدا ترى هذا الرضا ممكن قد تفوقين به بعض الرجال نعم نعم الرضا نفسه هذا في أجر أنت الآن ما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي هذا إذا كان حقيقيا أجر عظيم والمرأة لما ترضى تقول تعرف أنه الله أوجب عليها الحجاب ما أوجب على الرجل أوجب على الرجل خطبة الجمعة صلاة الجمعة ما أوجب عليها عليه الجهاد عليه النفقة هي عليها أشياء أخرى يعني حامل ورضاع وحضانة يعني في أشياء على المرأة ليست عند الرجل في أشياء عند الرجل ليست عند المرأة وفي أشياء عليهما جميعا هل حين الآن الرجل يقول للمرأة والله يعني أنت أنت تقعدين عن الصلاة سبع أيام ما تصلي يعني هل هو يقول يعني أنت عندك عندك شيء يعني لا خلاص الله عز وجل ما طالبها بقضاء الصلاة انتهينا وانت يا أي رجل عليك تصلي كل الصلاة على أي حال ولا تتمنوا ما فضل الله خلاص فضل الله جنسا بشيء الجنس الآخر راضي ومسلم مسلم المؤمنة ما عندها في هذا أبدا أي نقاش الآن التهليلاء التسبيحات هذه التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة كم هيئة له كم صفة له ستة ستة كما ذكر الشيخ الإسلام الأولى أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلاثين فالمجموع تسع وتسعون يعني سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا وثلاثين المجموع تسع وتسعون فقط دليل حديث أبي هرير المتقدم الصفة الثانية أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلاثين ويختم تمام المئة بالتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ورحمده على كل شيء قدير تمام المئة الدليل قال عليه الصلاة والسلام من سبح الله في دمر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم طيب الصفة الثالثة أن يكون التسبيح والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير أربعا وثلاثين تمام المئة فهذه صفة أخرى والدليل وحديث كعب بن عجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة واربع وثلاثون تكبيرة رواه مسلم معقبات تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة هذا يعني معقبات يعني بعد الصلاة عقب الصلاة وتفعل مرة بعد أخرى عقب أخرى طيب الصفة الرابعة ما هي أن يقول سبحان الله خمسة وعشرين الحمد لله خمسة وعشرين الله أكبر خمسة وعشرين لا إله الله خمسة وعشرين المجموع مئة الدليل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمده ثلاثا وثلاثين ونكبر و أربعا و ثلاثين قال نعم قال فاجعلوا خمسا و عشرين واجعلوا التهليل معهن هذا الرجل شوف مثل الأذان مثل الأذان لما رأى عبد الله بن زير فغدى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فحدثه قال رأيت كذا كذا في المنام فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا رواه التلمذي وقال هذا حديث حسن صحيح صارت سنة صارت سنة بإيش بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام و أمره افعلوا طيب الصفة الخامسة أن يقول كل واحدة من هذه الكلمات عشرا فيكون مجموع ثلاثون الدليل في البخاري قال عليه الصلاة والسلام تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا و هذه تنفع للمستعجل الذي أوقف سيارته و خارج المسجد شغاله و فيها أولاده تنفع للمستعجل السادس أن يقول كل واحدة منها إحدى عشرة مرة فالمجموع ثلاث و ثلاثون الدليل في صيح مسلم عن أبي غريرة برفض تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث و ثلاثين مرة يعني المجموع قال سهيل بن أبي صالح راوي الحديث إحدى عشرة إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع ذلك ثلاث و ثلاثون بعضهم اعترض على سهيل بن أبي صالح اعترض على الراوي و إنه لم يتابع على ذلك و إنه المقصود ثلاثة و ثلاثين من كل واحدة فلذلك الكيفية الأخيرة هذه فيها نظر فرجعنا إلى خمس كيفيات سبحان الله ثلاثا و ثلاثين المجموع تسعة و تسعين و الحمد لله والله أكبر و مثلها الصفة الثانية إضافة لا إله إلا الله وحده ولا شريك تمام المئة الثالثة سبحان الله ثلاثا و ثلاثين الحمد لله ثلاثا و ثلاثين الله أكبر أربعا و ثلاثين الرابعة سبحان الله خمسا و عشرين الحمد لله خمسة وعشرين لا إله إلا الله خمسة وعشرين الله أكبر خمسة وعشرين الخامسة تبع المستعجل تبع المستعجل سبحان الله عشرة الحمد لله عشرة الله أكبر عشرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا ونعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء والذلة والقلة والعيلة والمسكنة والجنون والجذام والبرص وسيئ الإسقام ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ونعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال نعوذ بالله من عذاب النار ونسأل الله أن يدخلنا الجنة مع الأبرار أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله